تحت ضغط تهديدات عودة العالم للشلال الاقتصادي في ظل زحف الموجة الجديدة لفيروس كورونا تترنح أسعار الذهب الأسود منهية تداولات أسبوعية متقلبة على وقع خسارة في المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وضع وبائهاش أعاد سيناريوهات فرض الإغلاق الشامل للواجهة بشروع أولى الدول الأوروبية على غرار النمسا في تطبيق إجراءات العزل العام خيار جذري بتبعات اقتصادية باهضة وتداعيات محتملة على أسواق النفط التي تهدد بنسف انتعاش أسعار النفط على خلفية عودة تخمة المعروض للسوق بتوقف عجلة نشاط الاقتصادي العالمي مخاوف خيمت سريعا على أسواق النفط العالمية بتراجع سعر خامبرانت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضي بفقدان مزيج بحر الشمال نحو أربعة في المئة من قيمتها في تداولات الجمعة لتصل إلى تمانية وسبعين فاصل تسعة وتلاتين دولارا للبرميلة في حين تم تداول خامو تكساس الوسير للقياس الأمريكي عند ستة وسبعين دولارا للبرميلة بخسارة تجاوزت أكتر من ثلاثة في المئة ما يعادل أربعة دولارات في جلسة تداول واحدة تهديدات تتزامن مع مساعي كبريات اقتصاديات العالم لسحب مخزوناتها الاستراتيجية من الخامي لتهديئة أسعار الطاقة في تحرك منسق تقوده واشنطن ضمن محاولة إدارة بايدن احتواء الارتفاع القياسي في أسعار البنزينة في الولايات المتحدة الأمريكية